وفي الشان اليمني أيضاً أكدت الأمم المتحدة أمس أن أحد عشر من موظفيها محتجزون لدى جماعة الحوثي وطالبت بالإفراج غير المشروط عنهم وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش للصحفين إنه يمكن التأكد على اختطاف الحوثيين أحد عشر موظفاً محلياً يعملون في اليمن لافتاً لأن المنظمة طالبت الحوثيين بتوضيحات